اشتركوا في القناة في جانبنا الحوار ايضا هو مساهم في مؤلف جماعي على قدر كبير من الاهمية المرأة وحجابها وايضا مقالته في الارهاب ايضا هو في هيئة تحريض مجلة مهمة اليوم تنظر في الساحة التقافية والفكرية الفكرية عنوانها له حوار مطول مع المفاكر عبد مجلد شرفي سيكون ايضا جانب من اهتمامنا اليوم في هذا الحوار السيد مختار خلفوي اهله سهلا بك مرحبا سيد عزدين وتحية لمشاهدي قناة الحوار التونسي الواقع ان الحوار معك سيكون ذا ابعاد عديدة سنتحدث في الشأن السياسي بعد هذه الخارطة السياسية المتحركة ليس في تونس فقط وانما في ارجاء الوطن العربي على خلفية الربية العربي بين ظفرين سيكون هذا ايضا موضوع من مواضيع في مفصل هذه الحصة سنتحدث ايضا عن هذا الكتاب الذي يعتبر بمقالاته محطة في الواقع في التعاطي مع الإسلام السياسي اليوم وما يحدث في بعض الأقطار العربية خاصة في تونس في مصر بالتحديد سنتحدث ايضا عن بعض المسائل الراهنة الحقيقة التي أصبحت عنوان من عنوان المنابل السياسية والفكرية اليوم مثل السلفية مثل الحجاب ولك مساهمة في تأليف جماعي قلت المرأة وحجبها عديدة هي المواضيع أبدأ معك بعنوان في الواقع أردته أن يكون في فاتحة الحوار الدين في لعبة السياسة بعد ما يسمى بالربيع العربي بعد تونس كفاتحة لهذه الشرارة الثورية والتي انتدت على أقطار عربية مختلفة إلى أي حد يمكن أن نجزم القول وأنت الأستاذ الباحث في الحضارة العربية بأن الدين قد وقع في لعبة السياسية شكرا أستاذ عزدين عندما نقول أنه في هذه المرحلة مرحلة ما عرف بالربيع العربي صار الدين رقما أو معادلة في لعبة السياسة فكأن الأمر جديد بينما الأمر قديم في اعتقادي ولكنه يظهر بين الفطرة والأخرى وثم ظروف أحيانا ترشح الدين لكي يلعب أدوارا ليست من صميم وظيفته الأصلية بالنسبة إلى الدين والسياسة الأمر قديم وهذه ثنائية قديمة حتى أن الذين تحدثوا عن الفصل بين الدين والدولة كانوا يعنون الدين والسياسة وأنا لي فهم آخر في هذا الجانب وهو الفصل بين الدين والقداسة أي أن السياسة لا تأكد يخلو منها مجال من المجالات بالنسبة إلى هذه الفطرة والسؤال كان يتوجه لهذه الفطرة التي تعرف وأنا أقول بين غفرين مع الأسف الربيع العربي لأن الأمر صار محلة مسائلة ومحلة شك ومحلة تفكيك ومحلة توقف وتثبت وتدبر الآن لأنه تدخلت فيها عوامل كثيرة من أهم هذه الجوانب التي تدخلت في هذا الربيع وصار يمكن أن يسمى شيء آخر كالخريف مثلا أو شيء آخر هو التوظيف السياسي للدين محليا وإقليميا ودوليا أيضا يعني عندما قامت تلك الانتفاضة الشعبية المدنية في تونس منذ 2008 وهذا حديث الساعة الآن منذ 2008 في انتفاضة الحوض المنجمي وبعدها بن جردان وبعدها سخيرة وبعدها أيضا في القاسرين وبعدها أيضا وصول إلى السيد بوزيد ثم انتهاءا بسقوط رأس النظام يوم 14 ولذلك أتجنب هذا الحديث عن الثورة التي تحد بتاريخ بشهر يوم 17 إلى يوم 14 وسقوط النظام والثورة هذه كلام ساري يقوله المنتصرون الفرحون ولكن الذين يتدبرون هذا الشأن تدبرا عميقا متأنيا ومتريف فلا يمكن أن يجزم هذا الجزم يعني عندما قامت هذه الثورة المدنية السلمية الجماهيرية ذات المطالب الشعبية ذات المطالب الاجتماعية ذات المطالب الحيوية ولم تكن ذات مطالب هووية أو هووية لم تكن تطالب بالعروبة والإسلام ولا بالقضية الفلسطينية ولم تكن تطالب بأن الشعب مسلم ولا أن يستسلم ولم تكن تطالب بإعادة اعتبار للإسلام ولا باستعادة فتحا جديد هذه الأمور طرأت فيما بعد يعني وقع حرف وتحريف وتوجيه هذه الثورة المدنية الحيوية عن مطالبها الاجتماعية إلى مطالب أخرى هووية وفي ذلك مقتلها نعم لكن كل الذي ذكرته سيد مختار يعني هي يمكن درجة ضمن مطلب الكرامة بواجه نعم يعني لماذا نلغي مثلا مسألة استعادة روح لهوية العربية الإسلامية التي يقول العديدون الواقع اليوم في تونس أنها ذابت ربما في سياسات مجانبة للوفاء لأصلتنا والكل يعني لماذا كل هذا الغامة نتحدث؟ أستاذ عزيزين هذا التبسيط لا أعني سؤالك ولكن أعني هذه الأطروح التي تتحدث عن استعادة هوية وكأن الهوية قد غيبت وتستعاد وتبعث من جديد الهوية ليست ثابتة ليست نقطة ثابتة في الزمان إنها طبقات إنها حركة إنها خط وليست نقطة يعني إنها رحلة وليست إقامة يعني عندما نتحدث عن الهوية هل هناك فعلا حرب ممنهجة ومنظمة ضد الهوية التونسية أو الهوية العربية أو الهوية الإسلامية هذه مسائل أراها أنها قد وقعت المبالغة فيها وتضخيمها وتصوير كأن هذا الشعب كان شعبا منبتا وهذه تهمة لا توجه إلى مراحل سابقة إنها توجه إلى نخب البلاد وإلى الحركة الإصلاحية وإلى الإسهام التونسي الكبير الإسهام الحضاري في دعم الهوية العربية الإسلامية لتونس وتبقى دائما الهوية منفتحة ومتعدة على هوية على طبقات أخرى أو أبعاد أخرى من هذه الهوية عندما تقول استعادة هذه الهوية يدخل في مطب الكرامة الكرامة لا تكون هناك كرامة إذا وقع صهر أو تغييب هوية شعب كان يكون تحت الاحتلال أو تحت الاستيطان أو تحت التطهير العرقي كما يحدث في بعض البلدان ولكن نحن تونس دولة لغتها العربية العربية لغتها والإسلام والدين وهذا شيء قديم مثل استورية نعم نعم هذا شيء قديم يعني وضعت الربيع العربي بين الظفرين نعم هل يمكن أن تذهب إلى ما ذهب إليه البعض سيد مختار أنه هو ربيع الإسلام السياسي يعني كالعادة أنا لا أعمم ولا أطلق الأحكام جازمة يعني أنسب الأمور أقول هناك انتفاضات شعبية مدنية أطلقها ما كان يعرف في القديم بالعامة وبالغوغاء وهم الباعة والمتجولون والمشردون والمفقرون في فضاءات كانت معروفة بالعسيان وفضاءات المعروفة بالعسيان وأنا أيضا ذكرت هذا في الكتاب أولاد الحفيانة من عرش الهمام الأشوس هذا في سيدي بوزين وفي القسرين وفي الدواخل عموما هذا الأمر القديم ونتذكر فورة علي بنغذام 1864 غير بعيدة عن تلك الدواخل يعني في الروحية وفي آغا بنغذام إلى الآن يعني موجودة يعني عندما أقول هذا الكلام حتى لا نبخس هؤلاء الضحايا وهؤلاء الشهداء وهؤلاء الشباب الذين قالوا لا في وجه الاستبداد نعم وواجهوا الاستبداد بصدور عارية عندما نسجل الأمر وكأنه كان مؤامرة فهذا في الحقيقة غبن لهؤلاء وكأنه يبخسهم حقهم وكأنه لا نعطيهم حقهم عندما نصور الأمر أنه مؤامرة لتصعيد إسلام سياسي أو لاختبار الإسلام السياسي في الحكم من قبل قواء أخرى ما تحدثت عنه هو أنه قاعد توظيف يعني الآن المعركة حول استرداد هذا الربيع هو الربيع أصلي وحقيقي ومن حق هذه الشعوب الواقعة جنوب الحداثة أنها تعيش فوق الأرض باحترام وبكرام وبحرية وتحت الشمس مثل سائر الشعوب متقدمة ولكن نجدنا فرصة والفرصة هذه نمكن أن تعاد في كل يوم أو في كل عام هذه الفرصة تكون في مرة في مئة عام في خمسين عام ثم تكالب عليها تكالبت عليها الضباع لكي يتحرفها من مسارها إلى جانب آخر كما قلتك أنا اللي خاصة فيه زحواج يعني كانت مطالب حيوية بمعنى يعني مطالب اجتماعي نعم صارت مطالب هووية والمطالب الهووية هذه دائرة مغلقة دائرة يعني مغلقة لا يمكن أن تنتهي إلا على سبيل الارتجاج يعني حزمة من المطالب نعيد الإسلام ونعيد الفتح ونعيد ونعيد تلك المعاجم القديمة والأمر لن ينتهي إلا لن ينتهي بنا إلا في الصومال أو في أفغانستان إلا في الثقيفة ربما سأعودي للكتاب على كل حال عنوان مغري الحقيقة هل غادرنا الثقيفة للمشاهدين للكتاب مغري ومعطة الحقيقة يستحق الجلوس معه ومعطة فيه أكثر من المناسبة لكل يعني ثورة مغدورة أفهم منك ثورة مسرورقة ربما هذا هذا خطاب لنخب لأنه اليوم سيد مختار واسمح لي يعني نعم يعني كل النخب تقريبا التي تقدم نفسها لأنها مستنيرة المستنيرة وعلى أنها تشرب من منابع الحداثة والاستشراف وغيره يعني تقول هذا الكلام على خلفية ما أفرزته الصندوق يعني إذا كانت هذه الشعوب التي خام بثورة أفرزت ما أفرزت في محطتين انتخابيتين سواء في 13 أكتوبر في تونس وقال للانتخابات المصرية لماذا نحسد هذا الشعب على ما ذهب إليه يعني لماذا تريد أن نخب اليوم أن توجه وأن تفرض إراداتها اللي بعض الناس يقولون أنها مستودة أنها متغربة أنها فرنفونية أنها غيرها على إرادة الشعوب الكادحين اللي القوا في هذه الثورات ظلتهم وهي العودة إلى أسورهم ونبعهم طبعا الكلمة حتى النخب أيضا صارت ديما تتصل بها أوصاف معينة من قبل نخب تغريبية وفرنفونية أنا في الحقيقة أنا أستدل بظلال الحظار العربي الإسلامية وهذا يعرفه عني الأباعد والأقارب يعني وليس لي علاقة بهذا الموعد بين وضوع الحسم في الهوية والاتجاه إلى الغرب أو إلى فرنسا أو إلى الفرنفونية أو غيرها لا ولكن هذا لا ينفي أنه ثم قيم مشتركة عندما تحدث تقول أن الشعوب اختارت من خلال السنديق هذه ديمقراطية صحيحا ولكن الديمقراطية ليست صندوق أستاذ عزدين الديمقراطية هي ثقافة عندما نعتبر أن الديمقراطية هي الذهاب إلى السنديق ثم الاحتكام إلى ما أفرزته السنديق هذا هذا تبسيط مخل للديمقراطية الديمقراطية ثقافة كيف نذهب إلى السنديق ونحن لسنا متكافئين نحن لا نحمل نفس الحظوظ نحن لا نؤمن بالاختلاف كيف نسمي هذا ديمقراطية وأنت تظمر أنك ستنقلب على الديمقراطية بعد الفوز بها عندما ترتقي ذلك المحل الأرفع ستلقي بالسلم حتى لا يرتقي غيرك يعني الديمقراطية هي ثقافة إمام بالاختلاف ثم بالحظوظ وثم يعني جملة من القواعد التي صارت الآن كونية أنه نحتكملها وقت هنقوله هنا نرجع السؤال لكني يعني ما تقول الدين في السياسة يعني كيف يمكن لك أن تؤمن حظوظا للفوز في هذه الانتخابات بحسب معايير السناديق اللي هي معايير عمياء ليست إنسانية ليس فيها حرارة الفعل الإنساني والإرادة الإنسانية كيف يمكن لك أن تؤمن هذا الحظوظ أستاذ عزدين وغيرك أو خصومك أو منافسوك يخذون حملات انتخابية في المساجد يعني لا يمكن هذا مستحيل ما لم تحيد المساجد عن اللعبة الانتخابية وعن الحملات وعن التجيش والشحن لا يمكن لك أن تتخذ أنت تخذ حملة مدنية أنت تذكرني الآن واسمح لي أستاذ عزدين وأنا أذكر بحادثة وقعت في بداية القرن العشرين وهي الحملة الانتخابية التي تقدم فيها الأستاذ دوتفي السيد وهو أحد واد التنوير والحداثة في مصر وكان أستاذ طاحسين وهذا يرويها طاحسين تقدم الأستاذ أحمد دوتفي السيد في انتخابات محلية وكان منافسه فلاح من الفلاحين وأشاع ذلك الفلاح بين الناس أن أحمد دوتفي السيد ديمقراطي وقالوا له ما معنى ديمقراطي فقال الديمقراطي يعني أن تبيح للحرمة أي أن تبيح للنساء للحرمات للنساء أزواجهن يعني يعدوا المرأة عند حق أن تتزوج ثلاثة وارم عام وقالوا له هذه الديمقراطية نعم قلمة الديمقراطية هي هذه إباحة تعدد الأزواج للحريم فجاء أنصار أستاذ لطفي السيد وقالوا له هل فان يا أستاذ أنت ديمقراطي قالوا نعم أنا ديمقراطي وأعتزوا بذلك النتيجة أنهم قد نفروا منها وانصرفوا عنها وأدبروا عنها وفشل فشلا ذريعا أمام ذلك الفلاح يعني إذا أردت أن تقتل بفهوما ما أو مصطلحا أو فكرة جميلة عريقة مأخوذة من تجارب البشرية فعرفها تعريفا خاطئا ثم بعد ذلك يسهل قتلها هذا الأمر هو الذي يحصل الآن معنا في الديمقراطية نعم خلينا نمشوا نقتربوا للوقائة واللي ما حدث منذ أربعة الجام في تونس وبعا في مصر وغيرها هل تمت مقايسة وتقارب بين الإسلام السياسي في تونس والإسلام السياسي في مصر ما الجامع بينهم نعم يعني الجامع هو ما كنا بسداده الآن يعني نذكروا إحنا الآن في تونس مرنا بمرحلتين بطور أول وهو طور انتقالي في ظل التوافق وفي ظل شرعية التوافق ثم طور ثاني هو الذي أعقب الانتخابات 23 أكتوبر 2011 وهو ما عرف بالشرعية الانتخابية تقريب نفس السيناريو يتعاود هو موجود بشكل أو بآخر أيضا في ليبيا وموجود أيضا بأشكال أخرى في اليمن قريبة طبعا مع سيناريو آخر عنده علاقة بالأحداثيات الإقليمية الخليجية حتى تجربة سياسية في المغرب أيضا قريبة بيغن كمعالة سياسية سمسيش أيضا صحيح يعني الأمر لست من أنصار دذرية المؤامرة نقولوا إنه هذا هلال إخواني مدعوم بشق وهابي مثلا طيب بعد نرجع لمساهم ذي نعم أنا شنا أعتبر لأنه فعلا هذي الشعوب أستاذ عزدين ينبغي أن نحرف نشخص أداء لاقتراح الدواء عندما وقعت هذه الاحتجاجات الشعبية التي يسميها البعض الثورات نعم كانت الحالة أنه هذه الشعوب وقعت تحت الاستبداد الدولة الوطنية بعضها تقودها العسكري تاريا في إطار الأرض القومية البعثية والناصرية والإجابة الثورية وبعضها تقودها الدول الأخرى هجينة تدعي وتزعم أنها علمانية فالشعوب أرادت أن تصفي وأن تنتقم من هذا الاستبداد الذي إما باسم الحزب الطليعي القائد الأوحد كما يظهر في تجربة البعث العراقي أو السوري أو الناصرية أو التجربة الليبية وكذلك الأنفة الأخرى ملت لنظام المنظومة اللي كانت بدور مدني في تونس وعندما غادر هؤلاء الدكتاتوريون نعم إما هاربين أو وهم يغادرون الحياة مقتولين أو في السجن كما حدثوا بأي أو في السجن نعم كأنما كانت صيحتهم الأخيرة إما نحن وإما الطفان إما أن يحكمن هؤلاء وأما الطفان يعني تقريبا الفكر التي تتبادل الذهاب هو هذا أنا أذكر هذا حتى أنفيه إما نحن إما الاستبداد هذا استبداد الدولة الوطنية بأشكالها أو الطفان هذا الخوف الآن الذي الخوف اللي يغطي الشوارع هذه خايفين من هذه التجارب وكذا لما الشعوب حبت تحسن من خلال السنديق وعطيت فرص للسنديق ولم تكن لها تقاليد في الانتخاب فهي مباشرة ستحسن مع كل من يذكرها بتلك الأنمى تعرف أنت مثلا القائمات القومية في تونس يعني ما عند حتى وجود رغم أنت تنادي بالهوية وبالعروب والإسلام ما عند حتى وجود والقائمات الأخرى الديمقراطية والمدنية والليبرالية تقريبا نفس الشيء قرابة شوي اللي يخرج هو يعني الحركات الإسلام السياسي أو الحركات هي حركات دينية تقول خلفية إسلامية هي حركات دينية وخرجوا أيضا من رضيت عنهم تلك الحركات في تونس عن التجربة واضحة حينئذن يعني لو كانت السنديق كانت تعبر على رغبة في العودة إلى العروب والإسلام لكان الشق الآخر كان على الأقل أخذها حظهما حظهما واضحة حينئذن المسألة هذوما طيارات هذه الطيارة الإسلام السياسي في الوطن العربي وفي العالم العربي منذ 28 منذ تأسيس الأخوان المسلمين في 28 هذه حاجة تقريبا أستاذ عزيز دين تغيب عام 28 في نفس الفطرة وتاريخ الأفكار يقرأها كذا هي ظهور الفاشية وظهور النازية الحركات كانت عندها طبيعة فاشية وليست سبة الفاشية هي وصف هي وصف سياسي وأيضا معرفي للحركات السياسية ذات الخلفية الدينية الدينية هذا أذك لم خطي لا هذا وصف بسيط الطبيعة الفاشية ماذا تقتضي فيها سمات تنزيه القائد وعسمة القائد والزعيم مهما يخطأ هذه سمة ملحوظة في الحركات الحرية والعدالة في مصر وفي حركة النازة في مصر مهما تقوم الأخطاء بدأي من تنزيه الزعيم والقاعة تنزيه مهما يخطأ وكانت حب نحكو عن الأخطاء وتنحكو عن الأخطاء بعد حين تنزيه الثانية هي الشعبوية الشعبوية يعني الزعم الاقتراع بين الشعب أكثر وأن كان ذلك بالتجيش طبعا الشعبوية الشعبوية كيف يعني هي أنه يبتدع شعبا مخيلا ثم يتصور أنه موجود ويصنع له مؤسسات ويصنع له أفكار وكذا حتى أنه وجدنا بعض النواب في مجلس تأسيس الآن وأنا تحدثت كم عندي حوار مع شخص يعني كنت يعني وناقشه قبل وناقشه الآن بعد الانتخابات هو الأستاذ أبو يعرف مرزوق نعم فحول دستور أستاذي على فكرة نعم أنا شخص يعني نختلف معه ولكني أحترمه في الأخير يعني كان عندنا حوار حول موضوع دستور فصل 26 في المساوذة الدستور حول الحريات وفاجأني وفاجأ القاع عندما قال أن دستور تونسي الآن ينبغي أن يكون نتيجة تطلعات الشعب بمعنى الغلبة التي أفرزتها السنديق هي التي ستفرز دستورا بحاسب تطلعات الشعب وهذه نقطة خطيرة لماذا؟ لأنها تحتمل وجهين من جهة هي حاجة إيجابية تطلعات الشعب لكن من جهة ثانية الدستير هل تؤلفها الجموع أم دائما تقترحوا بنودها وفصولها وأبوابها هل نخب؟ هل نخب؟ طبعا أروا أن نخب الآن ثم هجمة هذه أزمة حقيقية في تونس اليوم طبعا هجمة كبيرة يقولك لا الشعب ثم نخب ثم خبراء يعني القوانين والموثيق الدولية لما تقولي أنت هوا عملنا انتخابات يخرجوننا ستين سبعين في المئة من ذوي حظوظ الدنيا في التعليم وتقوله بسألت كونية حق الإنسان وش معنى هكذا كانوا حق الإنسان؟ يعني تغريب وفرانكفونية وزواج بمثليين وكذا يرفوذها مباشرة هنا دور النخب دور النخب حتى ما حركتنا هذا أو غيرها إنهم يقولوا لا مع الأسف إنه وجدناه إنه الشعبوية وهي شي قلت لك إنه الطبيعة الثانية أو السيمة الثانية من سيمة الحركة الفاشية وهي إنه تأليه وتنزيه الزعيم ثم الشعبوية الشعبوية والاندغام في الجموع ولا تكاد تفرق بين بين شخص عنده حظ من العلم والمعرفة وبين شخص آخر ما عنده حتى حظ من العلم ولا من المعرفة طيب مشكروعنا جزء ثاني الحقيقة في هذه الحصة لكن في نهاية الجدد خلينا نرجع للكتاب هل غادرنا السقيفة استفهام مغري وجذاب الحنابي للجدد في تونس المحروسة تقول في هذا الكتاب في جانب الكتاب الشعار الإسلام هو الحل تختبر واجهته في أداء حكومة النهضة في تونس وحكومة حزب الحرية والعدالة في مصر الاستمرار في مناويل التنمية الموروثة عن العهد الماضي مع المضي في سياسة الشعار الاستهلاكي والارتهان كلية للأجنب وتزرية أوقات الشعوب بأوهام المخلص الأمريكي والمهدي المنتظر من قطر سنعود في حوارنا في جزء ثاني مع ما ذهبت إليه في هذا الجزء مشاهدين نرجع بعد موجز الأخبار مجدداً أهلاً مرحباً منكم وفياً على قناتكم الحوار التونسي نذاكر لضيفنا اليوم الأستاذ المختار خلفاوي باحث مبارس في الأداء والحظة العربية له مؤلف جديد هل غادرنا السقيفة الحنابل الجدد في تونس المحروسة أيضاً هو مساهم في مؤلفين جماعيين المرأة وحجابها وأيضاً مقالاتهم في الإرهاب فضلاً لكونوا في هذه التحرير مجلة الفكرية في العدد الأخير عنده خلينا نقول حوار ليفت لحقيقة مع المفكر عن مجلد شرفي سنة عرض كما قلت في بداية البرنامج إلى بعض العنوين الوردة في هذا الحوار توقفت قبل قبل موجز الأخبار لأستاذ المختار عند هذه الفقرة التي تتحدث على الإسلام والحل وهو شعار رفع كثيراً في مصر يعني الإسلام هو الحل وربما كان مفتاحاً لبلوغ الأخوان المسلمون سودة الحكم اليوم من خلال المرسي ومن خلال مجلس الشعب الذي قام بث الحياة فيه من جديد في آخر هذه الفقرة تقول أوهام المخلص الأمريكي والمهدي المنتظر من قطر يعني كانت بصراحة تقول بهذا الكلام أن هذا الربيع العربي الذي كنت تحدث معه في الأول هو أشبه بالكاميرا الخفية وهذا الشعب المغلوب على أمره شرب الحبة الحربوشة معتها واكتشفها بعد يعني أغاني ثورية ومسار ثوري وكل أنه يعيش في وهم هذا الأمير أو هذا المهدي المنتظر القطري شوف سرعز دين أنا أنا سأختلف عنك يعني فعلا سؤالك يعني تقريباً كررت سؤال بنفس الشكل وكأنك يعني تحمل رأي أن ما حدث كان وهم أو كان كذبة هذا غير صحيح أنا لم أقول هذا الكلام أنا قلت كاميرا هذه الفقرة يعني لما تقول يعني هذا الشعب الذي استعادة كبريا أو استعادة سيادته أو استعادة حقه في الذهاب إلى الصندوق يبدو أن الأمر على غير مفهمنا يعني يبدو أن هناك أياد أخرى خفية لم نتشفها إلا بعد عامين أو بعد عام منصف طبعاً هذه أمور طبيعية ما يحدث نحن لسنا في جزيرة معزولة أستاذ عزدين يعني ما يحدث الآن القوى الدولية والإقليمية تراقب وتتابع وتتدخل هذا أمر طبيعي جداً يا سيدي أنت تقول لم يقع أي شيء بلى أو كلا وقعت ثورة لكن لا ينسب المعنى الذي يتحدث عن الناس ثورة في الصدور أتعرف أن يقول لك يغيروا ما بأنفسهم لا يغير لهم بكم حتى يغيروا ما بأنفسهم نعم إذن التغيير ما بالنفس هو بيسدد الحصول الآن يعني سقط شيء ما في صدور الناس سقطت تلك الزعمات وتلك الأوهام وتلك الأصنام سقطت يعني سقط شيء ما وهذا ليس شيء نهي ننسي حزدين هذا شيء مهم ولذلك عند سقوط هذه الأصنام فلا أتصور أن هذه الشعوب ستقبل بأصنام جديدة وأنت زيت بأزياء الكهان ما يحدث الآن قلت لك اختطاف قلت لك تحريف حرف منذ حين أنا أعني ما أعني حدث شيء ما شيء مهم ولكن هو الآن في طور الالتفاف في طور الاختطاف في طور تحويل الوجه يا سيدي أنا أقول لك حاشم يحكوا على الثورة المذادة اللي نشوف فيها كل مرة تفرط لنا وقت وضيع لنا أوقاتنا في محاور مفتعلة هي الطيارات الموجودة الآن اللي تحكم الآن لما نقول أنا الظاهرة السلفية في تونس الآن الظاهرة السلفية الآن وأنا أمفرق بينها يعني أتحدث عن السلفية الجهادية أو القتالية أو التكفيرية أو العنفية أو المتعصبة لا أتحدث عن السلفية العلمية أو المسالمة أو السلمية كل إنسان حر أنه يتشبه بالسلف الذي يتصوره حر ولكن عندما تحمل الآخرين على أن يعتقد ما تعتقد في أنه هو سلف سواء بالزي أو بالعقيدة أو بالأفكار أو بالممارسة أو بالسلوخ هنا تخلط الحمر والإكراه ثم تستعمل العنف من أجل ذلك حركة النظر أيضا يعني هم الآن يتحدثوا على الثورة المذادة أنا أعتبر أن الثورة المذادة هي هذه الثورة المذادة هي الالتفاف على أحلام وأشواق الجماهية في تغيير حقيقي إنساني عنده طبيعة إنسانية مدنية ديمقراطية أكدها الأمثلة يقالين نشوفها الآن في العالم كل من يلتف عليها ويحب يرجعنا سواء باسم خصوصية أو باسم هوية أو باسم بيضة بيضة الدين الدين يقولك بيضة الدين خافوا عليه كل هذه الأجراءات الحماية والدفاعية تعود بنا للخلف هي تتلفت ولا تستشرف الآن نماذج قدامنا واضح نعم نماذج واضحة أستاذ عزدين لما نقولك الثورة المذادة يحكوا عني الثورة المذادة هي هذه لما يصير دستور 59 في عين العارفين ونتحدث على العارفين والخبراء في القانون الدستوري وفي سياغة الدستير ونصوص الدستير لما يقولك أنه دستور 59 أفضل من مساواة الدستور 2012 وين الثورة المذادة الثورة المذادة نهم العالم أنه عن انتقال الديمقراطي أو انتقال نحو الديمقراطي ونحن في الباطن نتراجع دستوريا يعني حركة في الظاهر انتقال الديمقراطي وفي الصميمة هناك عودة وتراجع وارتداد إلى ما قبل 59 هاي الثورة المذادة واضحة تقولي أنت وين الثورة المذادة واضحة كل ما يرجع بالمطالب منتع الناس ويرجع بين الخلف مهما الدعاء خصوصية وهوية أو تطلعات شعب هي تلك عناصر الثورة المضادة الحقيقية وينبغي أن نسميها هل غادرنا السقيفة الحنابي للجدد في تونس المحروس أولا من هل غادرنا على من تعود هذه دمية المتكلمة فعلا سؤالك يعني فعلا نبيد حبيث أن نشرحه هل غادرنا السقيفة هذا سأجي الجدد الثاني الحنابي سحيح نعم العنوان الفرعي هل غادرنا السقيفة طبعا هو الاستفهام كما يعرف هذا اللغتي هذا استفهام إنكاري وليس استفهاما إخباريا نعم أي أنه لا يتطلب جوابا ولكنه نوع من الإنكار جوابه فيه نعم صحيح الذي يتم طبعا صحيح طبعا وليس شرحته هل غادرنا السقيفة يعني لا أنتظروا أن يقول نعم غادرنا أو لم نغادر ولكنه استفهام إنكاري العنوان مغرق في التاريخ ولكنني جعلت له تعينا جنسيا ستجده ليس في الصفحة الخارجية تجده في الصفحات الداخلية قلت نصوص في نقد الشأن الجاري صفحة أربعة تقريبا موجود يعني العلاقة بين العنوان الرئيسي وبين التعيين الجنسي للكتاب هذا مغرق في التاريخ وذلك يعيده إلى الشأن الجاري وإلى الراهن حينئذ فأنا عندما أتحدث عن السقيفة لست أتحدث عن السقيفة من حيث تاريخيتها ولكنني أتحدث عنها من حيث هي لحظة معرفية وسياسية وجهت السياسة الإسلامية والآداب السلطانية لفترات طويلة جدا تلك الخصومة الشهيرة والمفصلية والمؤسسة في السقيفة هي التي أراها تتعاود تتحدث عن سقيفة بني ساعدة نعم طبعا أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وهي التي يعني أسست الحكم في الإسلام نعم إذن أخذت تلك اللحظة اللحظة المفصلية لحظة الصراع لحظة التنازع على السلطة واعتبرت أنها تتعاود بين فترة وأخرى أي أنها تسافر وترحل من خلال تجارب متعددة نجد الآن صدا لها وهذا الصداع يظهر في العنان الفرعي عندما أقول الحنابلة الجدد في تونس المحروسة خليني من حنابلة الجدد يعني السقيفة انتهت بمبيعة وبيعة نعم وكانت سالك لباس طبعا هذا في الظاهر هذا التاريخ القصور التاريخ الرسمي يعني وطبعا المشاهدون في غناء عن الإغراق في تفاصيل السقيفة ولكن تلك الحادثة المؤسسة والمهمة عندما ترك النبي مسجع في بيته نعم وتسابق الجماعة إلى السقيفة وكان الأنصار هم المؤهلين لخلافة النبي وبعد ذلك سيستدرك ويتدارك المهاجرون نعم والقصة معروفة بين عمر وبين أبي بكر نعم والمبايع بعد أن كان الأمر كاد الأمر أن يتشتت في منكم أمير ومن أمير ولكن خرجت تلك الحيلة الطريفة عندما قيل أن الخلافة في قريش والخلافة قراشية وحتى يدفع الجانب الأنصار وتكون الخلافة من حفظ المهاجرين وكانت من حفظ أبي بكر طبعا هذه قضية مهمة جدا هي لوجهة السياسة كنت تعرف أنت السقيفة هي اللي نشأت عليها بعد حرب الجمل موقعات الجمل هي اللي نشأت عليها وفاة شوف أو قتل قتل مش وفاة قتل قتل عمر عثمان علي ووصول إلى حتى الصفين والنهروان وعودة القباليات القديمة في عهود بني أمية مع معاوية وغيره هذه مشاكل كبيرة جدا تقول أنت مع علاقتها الآن رمزيا نعم ما زلنا في السقيفة نعمل اليوم لكليتنا أما الحنابل الجدد تحدث عليها مفتون لا إيه لأنا كاد نغادر نغادرها علاش لم تقع تلك القطيعة سموه أنتم يعني أهل الفلسفة تلك القطيعة لم تحدث قطيعة معرفية في نظام المعرفة وفي نظام المعرف الإسلامي يعني ما زلنا إلى الآن ما زال الدين يحظ كبير حتى وإن كان الذي يزعمه مدعا له ومنتحلا وليس أهلا له يعني كل من تحدث ورفع ريات الدين إلا وتبعته الجموع لم تحدث ثورة حقيقية ثورة في العقول وثورة في الثقافة وفي الأفكار التي تجعل ما تجعل الدين هذا شأن اختياري شأن يهم الضمير يهم المعتقد الأنسان وليس فيه إكراه وهو شأن فردي بالأساس يمارس جماعين ولكنه شأن فردي يعني شأن فيه اختيار وفيه إرادة ما زلنا إلى الآن يعني نعيش في تيق اللحظة أنا نقول لك تعطيك بعض العينات لعليش الجمهوري متاعنا أو المشاهدين متاعنا يتبعوا العينات تذكر أنت أستاذ عزدين تقريبا بعد أسابيع قليلة جدا من 14 جنف نعم يعني خرج بدأت تخرج علينا هذه الخطابات ثم أحدهم خرج وظل طريقه ومشاه إلى مؤتمر أنصار الشريعة وهو سيد صدق شو وهو من المؤسسية وكان رئيس سابق لهذه الحركة وكان سجين يعني مدة تقريبا تقارب 18-20 سنة تقريبا خرج ذهب إلى أنصار الشريعة مباشرة يعني ظل الطريقة هو ذهب إلى أنصار الشريعة وهو طيار أخر نعم ومن هناك قال يتحدثون على الانتقال الديمقراطي لا ينبغي أن نتحدث عن صلح الحديبية يعني هو يصحح هذه المفاهيم التي كنا متفائلين بها وتذكر أنت بالفترة الأولى كنا بحضة كجمعيات وكمنظمة مجتمع المدني نعم انتقال الديمقراطي وخبراء وكيف تم الانتقال الديمقراطي الشوارع تحولت إلى منتدية يعني حدف شرع بوركي منتدية صحيح ونجيب خبراء من أوروبا الشرقية ومن أمريكا اللاتينية ومن جنوب أفريقا والبرتيغال ونشوفوا النماذج للنجحة تجارب الديمقراطي جاءوا الجماعة هذا بديوا صح يقلق الديمقراطي هذه ما فهي مستجلبة وغريبة وكفرية مالشنو؟ قال صلح الحديبية والبديل يعني صرنا نقسمه بين مؤمنين وكفر المؤمنين طبعا هم أنصار حركته والكفار هم بقية سكر هذه البلاد يعني بقية كفار القسمة هذه ثم اخرج بعد الحديث المشهور جدا نطع الخلافة السادسة نطبع المؤمنين من الأخطاء وزلل اللسان يكشفوا خبيئة المرأة ولذلك يقول سياس دين البلاء موكل بالمنطق المعنى أن هذا الخلل وهذا الزلل زلل اللسان أنما تحدى عن الخلافة السادسة ونحن يبقى الانتقال الديمقراطي انتقال الديمقراطي وتوافق وإله خيره ثم بعد ذلك يخرج بزراء من حكومة النهلة والأستغرب فيهم أنه حتى فيهم وزير النقل بعيد تماما يعني من دفعك أنت هذا الحديث حكي على فتح مكة وعلى قريش وطلقاء ومؤلف قلوبهم في اجتماع حزبي يعني كيف أنت تخاطب في اجتماع حزبي أنصارك بهذه الروايات اللي هي مربوطة بمناسبة معينة معقول جدا لكن في النقطة هذه السيد مختار ألم ترى أن مسألة اذهبوا فأنتم تلقاء ومن دخل دارة أبي سيفيان فهو آمن ومن أغلق بيته وعلى نفسه فهو آمن نعم يعتبر تقدم قياسه من بعض الشعارات التي تورفها اليوم طبعا هي في سياقة كانت بتقدمها جدا يعني لما تمكن من فتح رسول عليه الصلاة والسلام تمكن في فتح مكة ماذا قال اذهبوا فأنتم تلقاء طبعا كان رجل سياسة كبير تأسيس حقيقي طبعا اذهبوا فأنتم تلقاء ومن دخل بيته ثم من دخل بيته بي سيفيان وخرجت أنه كيف أنه المؤلفة قلوبهم الذين لم تكن لهم سابقية في الإسلام ومع ذلك كانوا مقدمين حتى في الفتوح وفي الغزوات هذه كانت متقدمة في وقتها لكن الآن لما يأتي وزير في حكومة في فترة السبوة احنا انتقال ديمقراطي ويحدث أنصاره على أساس أنه بهذه الروايات وبهذه السرديات وبهذه الأماثيل يعني ثم مشابه ومقرأسة بين مباشرة أنت متلومش على الأنصار متاع ولما بعد يخرج يتصور أنه كل من كان في فريقه وفي حزبه فهو ملفاتحون ومع ذلك فهم مشركون وكفار أو منافقون والأمر هذا يتكرر حتى أخيرا في الحديث السياسية في تونس عندما عندما وهذا كتبت عليها حديث الإفك يعني عندما يصور الأمر بطريقة عجيحة هذا كبش ننتهي بي في حوار مع الحديث في الاعتبارك أخير ما كتبت هذاك نعم في علاقة بخطة الجمعة الشهيرة للسيد راسل الغنشي والشيخ راسل الغنشي يعني الحمابي أنا في السيد وفي الشيخ عندي كل مرة أنا في السيد وفي الشيخ عندي كلمة أدعو أدعو الصحفيين والأعلمين أنا من تقلل كلام من تاهم هذا الشيخ ومشيخ الدين ومشيخة الطراب ومشيخة علم هذا هي زعيم حزب السيد أو الأستاذ واضح أما الشيخ كيف يشبش وإذا أستاذ عزينا أنا نحب التلامة لا يتعدى بعض الصحفيين يقولوا سيد الشيخ كيف تحاول زعيم سياسي يقولوا سيد الشيخ لا ألا بمنطق آخر غير منطق الذي تعني يعني سيد الشيخ أنا بعمل كل تلك لا لا أنا سمعتها أو الشيخ الشيخ المشيخة فيها الشيخ ومريد أنت صحفي في نفس القدر الأستاذ أو السيد لزعيم سياسية لو كان رجل الدين في المسجد قل له الشيخ واضح هو في المسجد ويخطب لا ولكن المزعيم سياسي لك يخطف المساجد نعم يخطف المساجد بأي هذك الخلط عاد مو هذا الخلط الزعيم السياسي يدخل المسجد والشيخ زعيم سياسي يقدم رئيس حركة سياسية حزب سياسي الناس يقولوا على قدر المساوات الخلفاء كانوا يأموا في الناس لا هذا كان موضائح نرجع للخلافة نرجع للخلافة يعني خلافة الدين والدنيا نرجع معك المسألة في الآخر الحنابلة الجدد في تونس المحروسة اشتون تقصد بها واخواتين بك الوهابيين الحنبلية هنا الحنبلية طبعا لأنه نقصود بها الحنابلة الجدد وهذا نحت أو عبارة منحوتها يعني كلمة جديدة بمعنى كما يقول المحافظون الجدد المؤرخون الجدد النعرف محافظون الجدد صحيح فهذا الحنابلة الجدد ما والنحت احنا نقص ونقوم بنحت يعني يعني الحنابلة طبعا تحيل الإمام أحمد بن محمد رضي الله عنه طبعا هو رجل ودائما نعطي الرجال أو أقدارهم ونحل الرجال في أماكنهم كذلك النساء لكن قبل في الأدب السيارة والتراجم يقول الرجال يقولونش النساء عاش أحمد بن محمد عاش المحنة المشهورة أستاذ عزدين وهي محنة خلق القرآن وامتحن الرجل في عقيدته عندما أجبر عن القول بخلق القرآن كانت حاجة عرفت في تاريخ الإسلام وهي المحنة أن يمتحن الفكر ومتحن الحنابلة أو امتحن إمام الحنابلة ما حدث أنه بعد ذلك بعد هذه المحنة صارت المحنة تنقلب المحنة إلى إلى امتحان الآخرين أو ابتلال الآخرين أو فتنة مع سقوط الاعتزال وأفول نجم الاعتزال صار من كان ممتحنان من كان في محنة صار هو عقيدة الدولة الرسمية نعم فامتحن غيره فامتحن غيره وضيق على أفكار غيره يعني كل أصحاب الرأي أصحاب الرأي وقع تضيق عليهم ووقع نصرة أصحاب الحديث وأصحاب النقل نشأت حاجة يسموها الحنبلية بمعنى إذن لاحظ أنت كانوا في محنة شوف المحنة كانوا في محنة ولكن عندما تمكنوا صاروا هم يمارسون المحنة على غيرهم نشأت الحنبلية اللي صارت عنوان لكل تشدد ديني وكل تعصب وهذه يكتب من تاريخ فيها كثير مما يروى عن الحنابل وتضيقهم حابيتم نقوله باختصار الحنبلية اللي صارت خرجت من المحنة وصارت هي عنوان التعصب والعنف والتشدد هذه خذت مراحل مرحلة كبيرة مع ابن تيمية وابن الجوزية ثم خذت مرحلة متأخرة مع محمد بن عبدالوهاب النجدي في نجد والحجاز تقريبا ما نراه الآن من ظواهر سلفية هي ظواهر همشية تمتح أو تأخذ مشاربها هناك في التعصب والتشدد الحنبلية للمحنة للمحنة أصحاب الرأي التي جلد من أجلها أحمد بن محمد خذوا الجانب بتاع التعصب والعنف وخذوا جانب التذيق الذي التذيق على الرأي وعلى الحرية وعلى الأفكار وعلى العقائد مع ابن تيمية وابن الجوزية ثم كانت الصورة متاحة النهائية الخراسة الأخيرة مع محمد بن عبدالوهاب في النجد والحجاز وما سمع تيار الوهاب منها الوهابية كيف دخل هذا في تونس؟ صحيح الوهابية أستاذ عزدين وهذا حديث ينبغي أيضا أن يقال منذ أن ظهرت تلك الدعوة البدوية في بادية نجد والحجاز وفق ميثاق يعرفه المؤرخون بميثاق نجد لباكدو نجد وهذا الميثاق تم بين عائلة ألسعود وبين محمد بن عبدالوهاب وأتباعه فيما بعد أي زيجة بين رجل الدين ورجل السياسة أنت تحافظ عليه وأنا أدعموك هذه الزيجة بادر محمد بن عبدالوهاب بعد عمليات مشهورة جدا في القتل وفي التخريب وفي التدمير وفي قتل غير معروفة هذه على ما وجد في نجد والحجاز في تلك الفترة بادر بإرسال رسالة إلى علماء تونس وشيوخ تونس الزيتونة طلبهم طلب منهم أن يلتحقوا بدعوته وكان رد التونسي ردا مبهرا عندما ردوا عليه بالرفع أي تلك الرسالة الوهبية لعلماء ومشايخ الزيتونة ردوا عليها بالرفع وهي موجودة أن الرسالة إلى الآن ترد عليه ردا علميا مقنعا ومفحما وترفض دعوته البدوية على أساس أنه ليست دعوة ليس المناخ التونسي صالحا لها هذه الرسالة الوهبية وصلت إلينا الآن بعد قرنين ونيف كما يقال وصلت إلينا محمولة في ذلك الحسان في حسان تروادة وتعرف أن حسان تروادة قد يحملوا في الجو فيه ما يحملوا اختنى من رموس التشدد السلفي الآن وتعبيراته في الشارع التونسي موجودة تلك التعبيرات وإن ادعت إنها ليست وهابية هي بنت شرعية للتشدد الوهابي وللوهابية نعطيك حاجة أخرى نعرش أنت تحب تسمي أو لا كنقول لك أنا طيارات نسأل فيك طبعا لا كنقول لك ما تحبش تسمي ذا عندك تخوف معين لا طبعا لا طبعا هذا الكلام أكتبه وأقوله في كل مكان وأحدث به الناس نعم وفي الطريق أيضا ليس الآن يعني لأنا أحب أن يكون الحديث بتاعي يرتقي كل حديث فكري يعني تحليلي وليس يعني ذكر التفاصيل بالأمثلة بالأمثلة أيضا يعني كنقول لك إنه الآن تقريب ما يربو على مئة جمعية دعوية خيرية في الظاهر لا أكثر برشا لا لا مش حقا جمعي يقولها أذن جمعيات ثبت أرتيباتهم آه ثبت خذية لا لا أذن ثبت ارتيباتهم ودعمهم وتمويلهم من السعودية أساسا لا أقول لك من السلطة السعودية لأنه في السعودية يعني الدعم لا يكون من الإدارة يعني من السلطة للحكومة هذه دعم من السعودية مباشر إلى جمعيات كيف يفتحوا مدارس قرآني مدارس أو رياض أطفال قرآ إسلامية أو قرآني نعم يعلموا فيها الطفل يلبس قميس والبنت يلبس حجاب وعمر خمس سنين أو أربع سنوات ويفصلوا بيناتهم يعلمهم مش المسرح والغناء والأنشيد يعلمهم كان أنشيد أخر غريبا يدفعهم أموال استثمارات رهيبة الآن يزوروا يزوروا دور الثقافة ويجيوا لدور الثقافة ويجيبوا يكتبوا معهم ويلموا الناس وكذا دور الثقافة المساج دخلوا لها رياض الأطفال والمدارس الآن دخلوا للجامعات تتذكر أنت زيارة الأقيرة لما شوفها القيروان وما شوفها إسفاق نعم دخل للجامعات يعني شكون المزال الآن مغفلة يتصور أن الأمر هذا كله حراك طبيعي هذا كله هذا كله إسلام البترون إسلام البترون وهذا الإسلام الذي يريد أن يكون معولما لا يريد للديمقراطية أن تنتشر في المنطقة العربية ولذلك فهو عنوان الثورة المضادة فهو يدعم هذه الجامعات وتلك الطيرات المتشدة وبعض الحركات أيضا في السلطة يدعمها بطريقة من الطرق وإن كان في الظاهر بينهما الخلاف سؤال قبل أخير طبعا ادخل في كتابك لم يعود الإسلام وهو الحل أنا اختتفت الحقيقة بعد الكتاب تعطيني ربما للخلفية لقد صارت قطر والسعودية وأمريكا وصندوق النقد الدولي هي الحل طبعا مع علاقة هذا بداك يعني يعني أستاذ عزدين قلت لك يعني سنعقود ونحن نسمع شعارات تسم الأذان بأن الإسلام هو الحل وهذا الشعار يردد في مشارق الأرض ومغاربها حتى إذا جاءت الفرصة الآن لكي نختبر هذا الشعار على أرض الواقع وهم يقولون أن الإسلام هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما وصل من اجتهادات ومن إجماع وكذا عندما صار الأمر الآن ميسرا انتظرنا أن يجدوا لنا حلولا من الكتاب ومن السن نعم وإذا بهؤلاء يهرعون مباشرة لانتظار الهبات والعطايا سواء الهبات والعطايا الظاهرة أو المساعدات الملغومة إما ظاهرا أو باطنا لما تقولوا الإسلام هو الحل أعطينا حل إسلامي لهذه المشكلة لمشاكل البطالة ومشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ولمشاكل الانتقال الديمقراطي الآن لما صارت السلطة في أيديهم الآن صار الحل هو في مهادنة الإدارة الأمريكية التي كانت شيطان أكبر وكانت عدو أول صارت مهادنتها أحيانا والقبول بأملاءاتها وهذا معروف الأملاءات موجودة في مصر وفي تونس أيضا نفس الشيء وكل موقف يزر من هنا على حركة النهذا لما الأمريكان يعترضوا عليهم وبالي شرط يعدوا منه ويصالحوا منه نذكروا المواقف من تلك رئيس حركة النهذا في موضوع التطبيع ولا في موضوع اللي يقع يعني وانتظرنا أنهم يلقون حل إسلامي للراهن وللشأن الجادي صارت قطر أيضا يخي ما الآن أستاذ عزدين هل هناك من ما زال لا يعرف الدور القطري في بلدان الربيع العربي هل قطر والسعودية مع احترامي أنا لأعني كثير أصدقاء أنا من السعودية ومن قطر للشعوب أنا احترام الشعوب ولكن الإدارات التي توجه هذه السياسة سياسة التدخل في هذه البلدان الربيع العربي هل قطر والسعودية في مكانة تؤهلهم أنهم يساعدون على الانتقال الديمقراطي مستحيل مستحيل هذون ما عندهم وش انتخابات أستاذ عزدين ما عندهم وش نقابات ما عندهم وش بلدية لا أتحدث عن البرلمان كيف لهذه الممالك ممالك رمال مشيخات عائلات تحكم كيف لها أن تكون كيم يقول بعض جماعة نهذا الآن يقول لك الثورة خرجت من قطر ونساعد ونشكل قطر على موسائلها الثورة تونسية هذا كلام هذا هو آخر تصريح في علاقة خب قطر يقول لبعض الاتفاقيات مع قطر مشروع لأن قطر ساعدتنا في الثورة لا يا سيدي هو هذا كلام كلام من بطل هو أصلا يعني هم ويعرفوها الناس اللي عاشوا فعلا يعني هم لم يكونوا موجودين أصلا هو هو سيد رجل نوجي نفسه وأتباعه ومن كلمش موجودين أصلا في البلدات غير موجودين أصلا حتى أتباعه اللي هنه يعرفوها محتكين معها في الجمعيات محتكين معها في الواقع يعني غير موجودين كلهم أنكروا ما بهم وغير موجودين أصلا في الحراك أصلا في أي حراك إلا القلة المعروفين محترمين إلى حد الآن نعم ياخي لما وانا حبي أنه نقول هاجة أنه هو غير موجود وكفيه من حكومته الآن الآن غير موجودين كانوا بعاد على تونس أصلا وفي البداية وكانت عندنا محاولات للصلح والتصالح مع ابن علي وهذه معروفة جي تقول أنه عملنا ثورة قال خرجت من وحدنا قال خرجت عندي رجل غنوطي الثورة ثم هو يجي وقول لها خرجت من قطر ويصف القرضاوي هذا باطل هذا هذا افتراع هذا فري هذي فري هم غرباء عنها ولا ورش حتى من السنديق هذي حقيقة هم ولدتونا صحيح قواتنا وعيشهم مع بعضنا كل ولكن أنهم يزعموا تاريخ آخر يخلقوا تاريخ آخر هذا لا سبيل إليه نزلنا أحياء أهل لو كان مر فترة وانقرضنا يمكن لهم أن يصنعوا هذا التاريخ لم يكونوا من العاملين عليه هذي نعرفوها تاريخ قريب هذا هذا تاريخ عامين هذا مش تاريخ عنده قرنين حتى أنه نفتري ونختلق وكذا لا أنكر تضحياتهم ولا أنكر الاستبداد اللي تعدى على الإسلاميين كما تعدى كما تعدى على اليساريين والقوميين اقبلهم بخطة على الأسباب التي أدت إلى تلك المراحل الصعبة اللي مر بها الشعب التونسي الشعب التونسي بكله تعرض للإستبداد كان فيه سجن كبير فلما نجيه الآن نقول لك أنا عمل ثورة وبعد هو الثورة هذه بالوكالة يعطيها شخص آخر في قطرة هذه هي بدعة وفرية عندي علاقة بقطرة شو عني يعني الجزيرة الجزيرة الدور الأول اللي قامت به بنقل ما وقع تصويره في الفيسبوك أو غيره سمعت ثورة بالعكس هي اللي حرفت الثورة حرفتها بعد حرفت لأنها نسرت فريق وشق على بقية الفرق وبقية الناس عملت فتنة بين الناس وقسمة الناس قسمة التوانس وكونا مع بعضنا صارنا بقسمين الآن إلى مؤمنين ومشركين المؤمنين هم أطباعا صار النهضة والمشركين هم عداهم كله نعم خلينا نتواعد معك في لقاءة أخرى لأن الحديث معك كانوا شجونه مغري والمسائل عديدة في الواقع كانوا مفوظة نتعرض إلى لكن مش نكتب فيه بسؤال أخير أستاذ مختار بضل في علاقة بآخر ما كتبتكم تطلعت لك نص أخير تحدث فيها لحديث الإفك ومتفي علاقة بالخطبة الشهيرة متاع الأستاذ أو السيد نعم أو الشيخ راشل غنوش كما تريد يعني أي سيدي الأستاذ راشل غنوش والسادفات راشل غنوش يعني إيه طبعا أستاذ وعنده كتابات مهمة طبعا طلعت لك كتاباته طبعا طلعت لك كتاباته طبعا طلعت لكتاباته وأعرف رجلي نظرية تدفع للشماعي ونظرية ثورية أنا أعرف كتابات أتكلم من معرفة يعني لا أرجوها بالغيب أستاذ هزين أعرف ما كتب الأستاذ الغنوش وأتابعه ما يقول نعم وأحترم بعض كتاباته ولا أحترم بعض تصريحاته وهكذا علاقة نقدية علاقة نقدية بالنسبة للموضوع هذا تعالى الإفك خطبة الجمعة وحديث الإفك الحقيقة تحدث كلام فيه كثير من كلام في برشة هجوم أيضا ما أتحدث نستسهى العمل الهجوم يعني شوف هل نقول لك أنا أمارس دولة النقدي أنا مثقف أنا من الرومات الأحرار رامي حر يعني لست منتمع لحزم أنا مستقل صحيح أحيانا مواقفي تكون حادة ولأني أسمي نعم هل استقلالية هي أنك تكون بلا لون ولا طعم ولا رائحة أنا مستقل صحيح فكريا ولو يعني قامت حركة النهضة بمراجعات مهمة في الاتجاه المدني والديمقراطي لا كنت نصيرا لها هذه طبعا ما عنديش اعتراضات أنا جوهرية بمعنى أنه أن هؤلاء الناس ضدهم أنا نقول أن المشهد السياسي في تونس غدوة ينبغي أن يجمع هؤلاء جميعا بما فيهم بما فيهم بفضل هؤلاء وكذي تقول لي أنا نجم يكون معهم شو ما نقول لك حركة النهضة بالرسم للحنابي للجدد هذا ما ثم شق معروف الناس يعرفوهم الآن الشق اللي في حركة النهضة اللي يصدق عليها موصف الحنابي للجدد إلى جانب الحركات السلفية العنفية والمتعصبة والمتطرفة وليس السلفية السلمية اللي حب يعيش سلفي حر على رؤهم حب يعيش يتطابق مع الماضي الذي يتوهمه هو حر فيه أتحدث عن الناس اللي يستعملوا العنف من أجل فرض رأيهم طيب أنا الحنابي للجدد مش أن هذا جملة أنا نعاول فيها أشخاص نعاول عن مراجعات اللي قاعد يعارض في هذه المراجعات الآن هو سي رجل الغنوشي هو اللي هو اللي يتصوره أنا هو الآن هو اللي قاعد ضد كل المراجعات تخلي هالحركة دي تكون حركة مدنية من أجل الديمقراطية وتكون مكون رئيسي من مكونات المشأة السياسية يعني هو زعيم الحنابي للجدد لا نجمع قولك عرّاب الحنابي للجدد وليس زعيمها زعيمهم ما 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 بيعتروهش بيها زعيمهم السلفيين ما بيعترفوش بيه طيب حديث الإفك سيد بختار معتها الخطبة الأخيرة متاع سيدة 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 في الجمعة صحيح ما الآن المعرفة صارت علاقة بالمسر وخاصة علاقة بالسيد رفيق عبسيم للخارجية وقتها والتومة الأخيرة صحيح يعني خادر ترى قبل كانت الخطبة مضيقة لا يشهدوا الخطبة والخطبة إلا من حضرها لأن الخطبة مقامها مقام حضور معاينة العين في العين خطبة لكن الآن تومع وسائل الإعلام وكذا صارت تجب تحذر الخطبة في بيتك طبعا فأنا حذرت الخطبة ممصورة بكلها يعني حذرتها من خلال يعني ممصورة يعني اللي اللي أنا ركزت فيه قلت فيها أنا قلت ردموا الإشاعة ونسيانها حديث وإفك بروايتي رشد غنوشي بمعنى أنه صحيح أنا ممكن نعتبر جوانب ذاتية فيه وجوانب قربه من مشكلة المشكلة الأخيرة مشكلة بقضية الشيراتونة أو شيراتونجا طوما مواجهة للسيد رفيق عالسان موزير نعم نعم أتفهم موقفه أنه كن رافض ويدفع ويرد هذه التهمة خاصة أنه ننسيبه طبعا ولكن أنه يستغل الخطبة حتى ولو كان فيه أنصار حركته ولأنه فيه أنصار حركته هو أعمل الخطبة لأنه قامت فيه مقر الحركة الخطبة هي فيه مقر الحركة ليس فيه جامع إنما هي فيه مقر حركته أنه يخلط يعني يستجلب حديث الإفق الذي تم حول سيدة عائشة أم المؤمنين نعم ويحاول أنه يصور ما حدث لصهره الآن على أنه حديث إفق مثل ما وقع في الماضي نعم ولأن بريأت السيدة عائشة أم المؤمنين من فوق سبوات سبعة ولكن بريأت بعد شهر ويزيد نعم من الشك والتثبت والتدبر وكان النبي يعني متحير في هذا الأمر نعم وعاش فعلا والقرآن الكريم يمسور وبرريأت بوحي نعم القرآن الكريم في سورة نعم يعني بريأت من سماوات كما يقول من فوق سماوات من سبعة بالوحي إلا أنا سيد الغنونشي بعد ساعات فقط من خروج الخبر برأ سهره جملة وتفصيلا نعم دون حاجة إلى وحي ولا إلى قرآن لماذا؟ لأنه وظف القرآن وظف ذلك الوحي ليصور أن الأمر تم كما تم في حديث الإفك فجعل من المدونة بمقام عبد الله بن أبي بن سلول على أساس من أهل الإفك الذين حدثوا بالأمر وجعل السيدة عائشة في مقام سهره وجعل مقام النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة زوج زوجة وزير خارجية أو في مقام سهره أسير الغنونش نفسه أي ذلك الذي لحقه من أهل الإفك الذين يتحدثون بريبة وبإفك عن من يحب تأويل منك هذا ما تم هذا ما تم تماما حدثهم بهذا الإفك الذي كان وبرئت فيه عائشة ولا استنتاجه واضح قال لهم إذن عليكم بردم الإشاعة أنت يقول لي ماذا يمكن أن يقول رجل في خطبة جمعة هل سيقول أترك الأمر القضاء لا أعرف أنا لست متفائل حتى أقول أنه سيقول هذا الأمر لأنه ليس رجل الدولة يعني ولكن كان يمكن أن يكذب يقول هذا هذا كذب ليس رجل الدولة ليحقب منك لا ليس رجل الدولة يعني نعم هذا رأي فيه يعني ليس يقول لك يكذبوا هذه الوثائق مثلا ويمروا إلى خطبتي أما أن يستدعي حديث الأذك كما كان يعني في المخيال الإسلامي ويحاول أنه يسحبوا على حادثة جديدة فهذا هذا التوظيف القرآن وتوظيف الإسلام في أمور ذاتية شو رجل الدولة يقول لك نعم ويمكن للقضاء أن يحققها في الأمر يقول لك يجيب حديث أخرى يقول لك والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا سرعته كذا يجيب أمثلة أخرى أنت فيها على نقران الذات ونقران الأهل يجيب من الإسلام يجيب منه الآيات والبينات على نقران الذات وعلى أنه تطبيق الحكم القرآني حتى على القريب نعم نستفيده من القرآن ومن الإسلام إلا ما يخدمنا فقط هذا يسميته أنا حديث إفك برواياته سننتهي بهذا الحديث سنعود إن شاء الله في برامج أخرى إن شاء الله مختار الخلفاوي إلى هذا الكتاب وإلى حواراتك أيضا المهمة خدي نقول معه أعلام من الفكر التونسي من الأذهان والأقلام المستنير للحقيقة اللي عندهم فعل في حركة الحركة الثقافية في تونس نحن نشكلك لحضر معنا أستاذ مختار الخلفاوي نذكر لأنتي باحث مبارس الأداب والحضر العربية لك هل غادرنا السقيفة الحنابي الجدد في تونس المحروسة ذات آخر ما أزرد بالإضافة لإسامك في كتابين جماعيين المرأة وحجابها ربما سيكون هذا أيضا موضوع لقاء بالإضافة إلى مقالات في الإرهاب شكرا لك أستاذ شكرا وأيضا للمشاهدين ومشاهدين قناة الحوار التونسي في هذا الحوار سنلتقي في لقاءات أخرى إلى اللقاء